اندلعت معارك عنيفة على بعد 20 كم من الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا بين التنظيم الجهادي وقوات سوريا الديمقراطية تحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من واشنطن وسمع في قرية بئر فواز الواقعة إلى الشمال من الرقة دوي المعارك الدائرة بين الطرفين بينما قصف مقاتل قوات سوريا الديمقراطية مواقع الجهاديين في قرية المعيزيلة المجاورة بنيران مدافعهم الرشاشة تبعد هذه القرية حوالي 20 كم من مدينة الرقة لذلك يعتبر موقعها استراتيجيا وهي تضم أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وقد تحصنوا فيها لذلك تشهد هذه القرية اشتباكات عنيفة وهي مستمرة حتى الآن وقد أدت إلى مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم وشهدت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية وهي تشن غارات عدة على مواقع الجهاديين في المعيزيلة وكانت قوات سوريا الديمقراطية أطلقت السبت هجوما لاستعادة الرقة من الشمال ومنذ بدء هذا الهجوم تمكنت هذه القوات من السيطرة على 12 قرية تقع شمال الرقة وفي الشمال الشرقي للمدينة كنا نتوقع هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية خصوصا في قرى استراتيجية بالنسبة لهم مثل سويدية الكبيرة وأيضا قرية حميران وقرية وديان وبعد سيطاراتنا أخيرا على هذه القرى الثلاث قطعنا كل امدادات التنظيم المتجهة إلى سد الطبقة وديقنا الخناق على القرى حيث تتركز نقاطه الدفاعية وكان متحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية أكد في وقت سابق أن الرقة التي تعتبر عاصمة التنظيم الجهادي في سوريا ستصبح قريبا معزولة عن بقية العالم